أصدقائي السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا جميعا كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بالصحب الخير والعافية أنا اسمه سليمان سلئيني وبهذا الفيديو الصحبة سأشرح لك عن موقع علي بابا بشكل عملي وكيف تطلب أنت المنتجات هاي بشكل صحيح تتجنب الأخطاء وتتجنب المصائب اللي ممكن تحصل في حال أنت طلبتها وصار معك أخطاء لذلك سأشرح لك أنا عملي هلا كيف أنت تتصرف على الشكل التالي بعد ما تفوت على موقع علي بابا تختار المنتج المناسب إلك لأننا هنأخذ على سبيل المثال هاي الفازات هدولة طبع الورد الثلاثي خلنا نفترض عجبك هالمنتج هاد واحتمت بدك تبيعه هلاك لسا نفسك شو الخطوة الثانية اللي أنا لازم تعمل أول شي لازم تعمل يا صاحبت ما حكينا نحنا تطلب قطعة واحدة اللي تشوف العيني هاي اللي أنت بدك تشتريها يعني أول شي تفهم منه هل هو عمالي بيع ما كاتب لك أنه هون من الستة وثلاثين قطع على مئة وتسعة وسبعين قطع مبيعه ب اربعة فاصل تسعة وعشرين شو أصدو فيه أصدو الوحدي ولا أصدو ثلاث قطاع مهم بتجهز سؤالك الأول اللي أنت لازم تفهمون هل قطع وحدي ولا ثلاث قطاع دول سعر هيك حلو هاي النقطة الأولى طبعا قبل لا شو هاي هيك فاطن ما بدنا نحنا نطلع قبل ما تعمل الحركة هاي هون شايف انت هالقائم هاي نحن أكبر لك الشاشة شوي هلا صارت أحسن هون انت بتشوف هاد التاجر اللي عمال يبيع هل هو فعلا لازم تشتغل تشتري يعني ممكن انك تشتري منه ولا لا هون كانت تبين لك انه هذا عم بيصر له ثلاث سنين عم قول لك ممكن يرد خلال ثلاث ساعات او أقل من ثلاث ساعات وعم قول لك انه يعني بيبعثوا بيبعث الطالبيات بشكل يعني دقيق خلينا نفوت لحنا على شخص ثاني اللي نشرح لك أكتر حتى تفهم النقطة هاي نحن حكينا خلينا ناخد يا سيدي هاي مثلا جزدان شايف شلون هون كمان نفس الشي بتشوف انه هذا التاجر خلينا نكبس عليه حتى نشرح لك أكتر هون بفوتك على الموقع تبعه حلو هون كما انك شايف انت فوق بتعرف انه هذا عم قول لك انه صلوا ثلاث ستين عمال يبيع وموسق من علي بابا يعني معروف وليس انه شخص جاي بحاطة المنتجات هاي ممكن ينصب ويا عمالي يعني عمليات نصب كيف يعني يعني ممكن انت بائعين هون صلوا وما صلوا كتير تحت السنة او مثلا ما طبق السنة وهون ما عمل ولا عمالية بيع عرف كيف وما انه موسق من من علي بابا اذا هتلعنا واحد هلا احنا هاي هذا صلوا سنتين هذا صلوا سنتين وهذا صلوا سنتين خلينا نفوت على هذا مثلا كمان هذا موسق عرف كيف هيك بها الطريقة بتشوف انت تمام هدو فعلا عندهم شركة وامورا تمام طيب نرجع لمساننا الاول المسان اللي هو خلينا نفترض هذا النفس وحكينا عنه شفنا تلت سنين اموره تمام حلو لا لحظة ذكرته وينو هاي تلت قطع هاي ولا ضيعناها ما ليش لا تواخذونا ضيعناها كبسنا كتير طيب نرجع لهذا المسان نشوف انه هاي عم بيعة مثلا بخمسين عمولك انه هون بين الخمسين سنت والخمسة وعشرين فبعد ما تأكدنا منه هاد اموره تمام بايع موسق تمام عامل عمليات بيع ما بتجي تشتري مباشرة عيني من هون متل ما كانت بيلك بتفوت تعطي اوشي انبيتا كنت كتيرا يعني مراسلة هذا الشخص حلو؟ تكتب له انه مثلا انا بالالمانيا حلو؟ انا عايش بالالمانيا فنحظر لك شو تعمل تفوت انت تكتب بالانجليزي تفوت على المترجم الجوجل اللغة اللي انت كويس فيها كتير تكتب اسئلتك وشغلات البداء كامل يعني انا مثلا المانيتي كويس بنقول له انا بدي من المانيا الانجليزي فبكتب له مرحبا بتقول له انه ايش هابي مسلا بشكل انت تكتب سون انت تكتب يعني المصاحة لكم بتتأكد طبعا انت هلأ انه على السريعة تكتبه وهون وقته بتكتب الاسئلة اللي انتي مجهزة لحتى تفهم انه مثلا اديش اديش ما بده بكتبه انه اديش سعر القطع ممكن تبعتلي قائمة الاسعار اللي عندك كيف فينك تبعت لي مثلا انت هون رسالي كيف انك تبعت مثلا انا ساكن بألمانيا قديش ممكن يكلف اذا بعتتلي عيني وحدة لعندي على عنواني بتكتب لقم اصلا سؤالين ثلاثة بداية مضر وتكتب قائمة طويلة عريضة بالبداية بس بترحب فيه بشكل سريع يعني هاي القوائم اللي بتشوفها انتي هون انا انا ما بيهموا هاي الحاكة كلها هدا هو بديوا بيعدوا مصاري منك هني كرمتين في ناس تكتب قوائم طويلة عريضة شوف انا جاهزي ما بعف ليش يعني عرفت كيف بتكتب له مرحبا انا عندي مهتم بالمنتج هاد ممكن تبعت لقائمة الاسعار وقديش بيكلف اذا بعتتلي ايا مثلا انا بألمانيا لعندي على المانيا حلو ببعت لك هو وقتهم نقطة بفهمك انه هذا مسلا السعر اذا هذا مسلا المنتج عجبك اهي بقول لك انه مسلا السعر قنقول ثلاثة فاصل عشرين يورو اذا اشتريت مسلا وحدي وحق اذا اشتريت اكتر من مية مثلا حق اثنين اثنين ومص بصري بتعرف فهم انتها تمام هيك الاسعار حاطة حاطة لقوان امسلي شايف المهم تكتب له اكدش بتكلف هاتلك كل ما بهم اكدش تكلف واصلين عندي قطعة وحدي بتجيب القطعة وبتشوفها هل هذا المنتج بتبعت لرسالي ومتهى الموضوع قبل ما نيجي لهون بقول لك هو اديش راح تكلفه كنت تستنال بقول لك انا بدك اياها بالبحر بالبحر بتطول شوي ممكن تاخد اربع خمسة تسابيع وبالطيارة ممكن خلال اسبوع واسبوعين تكون عندك جاهزة بس طيارة اغلى من البحر لانه بالاكسبرس تجيك بالفيديكس حالو لاحد الان بتشوف المنتج هذا عجبك ووقته بتتفاوض معه انه انا عجبتنا القطعة بدي اخذ مسلا بالبداي خمسين اطعاء ولا ميت اطعاء ولا ممكن ببداي انت تفوت لعنده على المتجر طبعه وتشوف شو عنده مسلا منتجات عجبتك ممكن كمان تبيعه فبتجمع لك مسلا منتج منتجين ثلاثة بتقول له اخينا دول كله عجبوني بعتلي ايهون عندي وكايمة صورة ميسي ميسي وبعتلي اولا حتي شوف الشيء اسموها اف كيف بتقرر شيء اللي عجبك وبتقول له ببعتلك هو الرابط عفو جانا مشان نرجع ببعتلك هو رابط لهن وبعدما انت بتحكي معو هذا الرابط من علي بابا بدفع عن طريقه حلو من عن طريق علي بابا بتدفع فيه بحولك بقولك كيف يدفع لعملي بابا مو لالو يعني إذا قال لك بعتلي بيبوي ولا بعتلي عنوان وتفاصيل ما بتبعتلي الشيء بتقول له أنا بدفع عن طريق علي بابا بعتلك رابط علي بابا بتشوفه إنه فعلا إنه هو من علي بابا الرابط تأكد منه منيح وكون حصل بهالموضوع هاد وبتوكل الله بتبعت له القطع هاي بتجيبها لعندك بتشوفها عشبتك تمام اعتمدت وقتها بتقرر عاد كام قطع تجيب وهيك بتبليش العملية بشكل يعني سليم خالي من المشاكل ومشان تتجنب هالمشاكل كلها يا صاحب في نقطة ثاني بدي أحكي لك أنا عنا كمان إنه إحنا أبمانين هالفيديوهات أنا عندي أكاديمي وعامل دورات تعليمي بشكل نظري وعملي يعني مو بس فيديوهات مثل ماك شايف أنتي هيك عمل هيكوي لا فيديوهات نظري وعملي مثل ماسان كورس لأماظر الفيديو راح تلاقيه بأول طريق أو بوصف الفيديو ممكن تاخد تفاصيل منه أكتر لو حابب تتعلم وحابب تستفيد أكتر من هالدورات هاي أو من الشي هاد مشان تباعد عن المشاكل وتعرف تشتغل صح طبعا هي المبتدئين لحتى تصير محترف محتويات الدورة تلاقيهم كلها موجودة معك خطوة خطوة محاضرات نظري ومحاضرات عملي لو مهتم بهالموضوعات تشوف الموقع الصحابي وخبرني على الواتساب أو على الانستغرام نظبط الأمور مع بعض لحتى تصير يعني مجاهز أمورك تمام وتعرف تبيع وتدعد عن المشاكل والأخطاء إنه هذا مهم كتير إن شاء الله أقدم لكم معلومات مهمة كتير وستفدت منك من لكم التوفيق ونشوفكم في فترة الجاي والسلام ورحمة الله وبركاته